شوف طاقتك اول شي لهاي الفترة كيف عاملة على شو عم بتركز واو رح يكون في عندك سعادة عاطفية كبيرة فيه كاس حبي كبير رح يتقدم لك إن كان من شخص قديم أو بالنسبة لأشخاص اللي العزاب كمان فيه حتى اللي عندهم حبيب قديم فيه كاس جديد حب رح يتقدم لك من شخص جديد يمكن يكون معجب له فترة فعم بشوفه كتير مهتم فيك كتير عم برقبك شايفيتك عم تعطي فرصة هاي الفترة طاقتك عم بتكون مركزة عليه أو عم بتفكر فيه أكتر شي خلينا نشوف إزا الفترة هاي شو مخبيت لنا لبرج العقرب برج العقرب كمان تسعبوا الفترة الأخيرة وعانوا من خذلان معين تعبهم شخص فيه شخص مبين بالورق كتير تعبكم كتير كان ملعب كتير كان آسي بقراراته بيه عم بشوف هذا الشخص عم بيلعب بالثلاث وراءات يعني بالفتر الماضي عم بيكون عم بيلعب على أكتر من خط عم بيكون يمكن عنده علاقة ثالثة أو موضيع تانية كان داخلي يمكن على طمع معين شايفيته ما كان صافي بالماضي ولكن بعديها صار في حب عم بشوف هلأ هذا الشخص عم بيرأبك عم بيكون عنده مشاعر قوية جدا ناحيتك ولكن هو خايف منك زيك انه خلينا نقول هذا الكرت اجا فوق هذا الكرت خايف منك من قرارك من رفضك من انت خلاص صور تحذر منه انت صور تعارفه صور تعارف كيف بيفكر آآ كشفته زي ما بيقوله فآآ عم بيكون شوي خايف منك عم بتطلع من بعيد آآ عم بيرائب الامور لما تهدى شوي كزا عم بيحاول انه آآ يرجع او يرجع الامور آآ زي ما كانت او يطور الامور العاطفية اللي بينك وبينه ممكن يكون هذا الموضوع مش آآ عاطفي ممكن يكون عملي لانها قراءة عامة واذا كانت عاطفية ممكن تكون عكسية انتو بتعرفو حبايبي فآآ آآ هذا الشخص عم بيكون كتير برائبك من البعيد آآ شاكك انه عندك يمكن آآ حياتك آآ مبسوط كزا آآ ولكن انا بشوفك يعني بشوفك عم تستنى كمان عم تحبوا نفس الحب آآ شايف آآ في نوع من الكارما او رح يصير آآ بناتكم آآ في عدالة يعني في موضوع معين آآ وكأنه هو رح يخسر آآ امور معينة رح يخسر آآ أشخاص آآ أموال يمكن صراعات عم بتكون آآ حوالي هذا النوع من اللي ممكن انه يصير رح يكتشف انه انت الحب الوحيد يعني اللي بحياته ممكن كمان هذا الكرت يكون مشروع جديد آآ فكرة جديدة ممكن تتبلور آآ على الصعيد العملي ممكن تكون فرصة عمل جديدة آآ شايفة كمان آآ للناس اللي عم يدرسوا او آآ عم يستنوا منها او عم يستنوا نتيجة معينة عم بتكون مبهرة آآ الاخبار عم آآ توصلهم وعم يفرحوا فيها كتير في اخبار آآ جدا مفرحة رح توصلك يا برج العقرب آآ على الناحية العاطفية قلنا هذا الشخص آآ يعني من بعد ما كان آآ عم يخفي شغلات من بعد ما كان آآ ملاعب في عنده اطراف في عنده شغلات آآ بعد الجوجمنت او بعد الكارما اللي رح تصير عم بيقدم لك عرض عم بيقدم لك آآ حب آآ مشاعر جديدة آآ وعم يكتشف انه انت الوحيد اللي حبيته انت الوحيد اللي يعني اعطيته يعني حبيته حب غير مشروط خلينا نقول فعم بيكون هاد الشخص آآ رح يلجأ لك بموقف من المواقف آآ انت رح تكون شوي شايف حالك شوي آآ ماخد آآ طرف او جنب آآ ولكن هاد الشخص رح يحتاجك آآ فعلا في موضوع من المواضيع آآ ان كانت معنوية او مادية او ايا كان. الطاقات اللي عم تزهر عندي آآ برج السرطان كتير صار ظاهر هلأ آآ لحد يتلى في الاسد آآ كمان الميزان انا بحس كمان هاد الكرت ميزان بشكل عام الطاقات آآ عم بتكون آآ نارية اكتر عم بتكون آآ آآ ترابية وعم بتكون كمان مائية هاد بشكل عام خلينا نفتح شوي العاطفة اكتر. شايفي في حياة عائلية خاصة للمتزوجين او للمطلقين في رجوع في آآ آآ رجوع للعلاقة للحميمية بناتكم للمشاعر المرهفة اللي كانت موجودة في البداية آآ في حياة اسرية حلوة خاصة للمتزوجين او للمطلقين. شايفي في علاقة ثلاثية او عائق في العلاقة عم تودعه. عم تحكي له باي باي. لهذا العلاقة الثلاثية عم عم تمشي من من دربكم بدون ما انتو يعني بدون ما انت آآ تعمل شي بدون ما انت تنتقم بدون ما انت تعمل شي هي العلاقة الثالثة راح تروح آآ لحالها في سبيلها. شايفيتك كتير آآ ان جرحت من هذا الشخص ويعني الطرف الثالث كان يتطلع وهو يمكن كان سبب من الاسباب آآ هاي. آآ شايفيتك هاي الفترة عم تستعيد آآ قوتك عم تستعيد آآ نشاطك شايفيتك آآ راجع يعني وكأنك راجع عشر سنين آآ لورا آآ عم آآ تحكم الامور عم آآ بتكون في آآ يعني الامور آآ في ايدك اكتر ما هي في الطرف بايد الطرف الثاني آآ شايفي. شايفي في فراشة حب آآ بناتكم متل مسجات آآ امور اخبار عم توصل من طرف للتاني آآ الشريك شايفيته عم بي بيكون آآ يعني ماسك متل آآ خلينا نقول آآ وردة او شغلة لإلك مخبيها لوقت معين آآ فشايفيتها عم توصلك هون وانت عم بتتفرج عليها وكتير مبسوط. آآ شايفي في عندك شوية طاقات سلبية حبيبي موثنتون آآ حسد على آآ الاغلب آآ فحاول انك تستشفي من هذا الموضوع عم بيأثر شوي على الامور آآ العاطفية. أو اي طاقة سلبية اخرى عادي يعني آآ مش آآ مش شيء معين. آآ شايفي في آآ قوة رح تمتلكها في العلاقة ما رح تكون زي بالأديم القوة يعني مع الطرف الآخر رح تتحول او بتنقلب الآية والقوة تصير معاك اكتر ورح تحكم الامور بآآ بأكتر حكمة. ما رح تعطي الطرف الآخر اكبر من حجمه خلاص. رح تحجم الامور رح تحجم الاشخاص بشكل عام. حتى مش بس بالعلاقة العاطفية شايف لك آآ برج العقرب هاي الفترة عم بيحجم الاشخاص اللي حواليه. هون في امنية في زرعة انت زرعتها قديما ويعني نسيت موضوعها خلاص يعني ما رح تتحقق وفعلا رح تتحقق في هاي الفترة ان شاء الله آآ ولكن زي اللي انت خلص يعني نفسك طلعت منها او اجت بغير وقتها لكن هي رح تتحقق. شوف ازا في تحذيرات معينة لبرج العقرب. في ناس عم تطلع عليك في ناس عم تحسدك في ناس عم بتحاول انها تتعطل امورك ان كان في العمل او في العاطف اتنتين بزبط. آآ هدولة متل الفيران شايف كيف اشكالهم ازا الصورة واضحة. متل الفيران متل الاشياء الصغيرة هيك اللي بتمشي بتمشي بتحكي حكي بلا معنى بلا يعني مش صادقين آآ وبترجع عالجحر تبعها يعني بتتخبى. فهي آآ بتكون خايفة منك آآ او خايفة منكم آآ عوائق هاي ممكن تكون بالعلاقة كمان العاطفية ناس عم يحكوا عليك بطريقة مش آآ حلوة ولكن يعني الفار بيضلوا فار الفيران بيضلهم فيران فعلا آآ ما في لهم اي تأثير على الموضوع مخلوقات صغيرة آآ ما حدا شايفها آآ بتضلها بالجحر آآ تبعها طول الوقت آآ خايفة فيعني ما تخاف آآ شي بالعكس يعني ورقة حلوة آآ بس انهم يعني تكون حذر من هدول الاشخاص ما تطلع اسرارك آآ تحجم العالم تحط حدود ما تعطي لهم اهمية ابدا لا بتفكيرك ولا بضاقتك ولا حتى بافعالك بيقولك في اجابة لسؤال معين في سؤال في بالك وانا للنصيحة اسأل هلأ السؤال عشان احكي لك شو الاجابة اللي مكتوبة في الورقة اسأل سؤال تضمر على شي فالاجابة هي نعم فبيقولك آآ اجابة السؤال اللي انت عم تسأل عليه هي نعم هي مثل ترك مثل اللعبة يعني طلعت لك فحلو فما بعرف انت على شو سألت يعني يالله عالم ازا شغلة سلبية يعني شغلة ما بتفرح ازا طلع الجواب نعم وازا شغلة ايجابية وطلعت الاجابة نعم فشي حلو بيقولك هافا يعني خلاص بكفي نكت بكفي مشاعر سلبية بكفي كفي تاخد يمكن أنت من الأشخاص كمان اللي بيشتغلوا أكتر ما هم بيهتموا بالأمور التانية فبيحكي لك ارجع لهواياتك ارجع اركض العب اعمل الشغلات اللي بتستمتع فيها ما تكون سوداوي ما تكون متشائم استمتع اطلع انزل اعمل الشغلات اللي بتحبها يعني بكفي حابس حالك بالنسبة للأشخاص اللي حابسين حالهم ما عم يطلعوا عم يكونوا شوي مكتئبين بيقولك تأكد هاي نصائح جاي من الانيمالز بيقولك انت طلع لك يعني كل نصيحة بتكون لها علاقة في الحيوان في الانيمال اللي موجود في الصورة فانت اجاك الجمل يعني فالكامل شو عم بيقولك 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 انه انت تأكد وكون على ثقة انك انت بتمتلك جميع المعلومات لحتى يعني او مش ممكن يعني معلومات ممكن انت بتمتلك جميع القدرات لحتى تجتاز الصعوبات او المشاكل او العثرات اللي ممكن تلاقيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة